ابتعدنا عن الزهود والبساطة وصرنا نتعلق بالاشياء وبالبضائع اللي غزتنا وصرنا نلبس كل يوم قميص وبنطرون وحذاء مختلف عن القبلة وبما انه صرنا نتحدث كثيرا عن المادة في نتحدث شوية عن الزهود وعن زاهد عاش ومات وندفن بهذا المكان الهادئ والجميل اليوم نتحدث عن المتصوف ابو النجيب السهروردي قدم ابو نجيب من سهرورد ليدرس في المدرسة النظامية في بغداد في السنوات 1150 فاشتهد في طلب العلم وكان من بين اساتذته الشيخ أحمد الغزالي حتى صار من مشاهير مدرسيها ثم ترك المدرسة وماله إلى التصوف فآثر العزلة والانقطاع عن الناس وثم رجع واشتغل بالوعظ واجتمع حوله طلاب التصوف كان من أشهر تلامذته ابن أخيه الشيخ عمر السهروردي صاحب كتاب عوارف المعارف في التصوف وعندما توفي دفن في مدرسته هذه فهنا قبره ومدرسته ومكانه الذي عاش فيه المكان مجاور تماما لدار الحكمة في الميدان والتي كانت محلة سوق السلطان أواخر العصر العباسي كان المكان هنا يغص بالمدارس والمساجد والمكان كان مليئ بطلاب العلم تحدث عن مدرسته وعن رباطه العديد من المؤرخين مثل البغدادي ابن الفوطي وأيضا الشيخ محمود شقري العلوسي في كتابه مساجد بغداد بقوله مسجد قديم العهد في جانب الرصافة واسع المساحة فيه مدرسة وفيه إمام مؤذن وفيه قبر الشيخ نجيب الدين السهروردي دفن في هذا المسجد وكان يوم إذ مدرسة له وبقى هذا المكان مدرسة واستمر التدريس فيه حتى منتصف القرن العشرين ثم أزيلت المدرسة أما الرباط فقد تحول إلى ناد للضباط بينما صار قبر الصوفي أبو النجيب في أحد عجرات المبنى ومن أشهر كتبه كتاب آداب المريدين وهو عبارة عن توصيات عن الشخص الصوفي المثالي فحسب رأيه التصوف آداب وضوابط وقد خصص لكل أدب من الآداب فقرة أو فقرتين أسماها فصلا فهو يشرح عن التصوف فعلاوة على نصائح في العبادة فهو يشرح أيضا في المأكل والملبس والسفر والتجارة الكتاب غالبا ما يقوم بمتح الفقر والحث على الجوع ولبس المرقع من الثياب وما شابه ذلك مما اشتهر به المتصوفين في القرون الوسطى في الحقيقة وجدت الكتاب يعاصر الفترة التي نعيشها فمثلا ينصح في الابتعاد عن الملابس الأنيقة والمتكلفة بقوله يلبسون ما يجدون من غير تكلف والاختيار فمن يخسل ثوبه لم يجد خلفا ويشجع على الابتعاد عن لبس الشهرة من الثياب أما الطعام فيأكل ما يسد به الجوع ويعطي النفس حقها فتناول العليل للدواء يرتجى به الشفاء وينصح بالأكل بثلاثة أصابع والقصد لقيمات صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فالإصراف حرام فالأكل بالأمر وليس بالهواء ولا يتم الأكل بدافع الشهوة وكتابه يشجع على العلم والتعلم أما عن الصحبة فيقول أن وحدة الإنسان خير من جليس السوق وجليس الخير خير من جلوس المرء وحده وكرس فصلا عن أهمية النظافة وعن أدب الفقير روى عن الإمام علي عليه السلام القصيدة التالية لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وحن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذاك بين الكاف والنون فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما باستغن الملوك بدنياهم عن الدين أبو النجيب عاش آخر أيامه هنا في هذا المكان هنا في مدرسته وبين دروسه عن البساطة وعن الصوفية هنا توفى في عزلته ودفن نصائحه تطبق على يومنا هذا فاليوم الناس يتحدثون عن الاعتدال والتقليل في الأكل والأكل لقيمات قليلة تسد الجوع والصيام المتقطع وغيرها من الأنظمة الغذائية التي تذهب في نفس الاتجاه وطبعا تحاشي الولائم التي يحدث فيها الأفراط في الأكل والتخم أصبحت البساطة في اللبس ضرورية فالبضائع أصبحت تخزونا وتضايقنا وهي تغلق الطرقات وتغص المحلات بها بل حتى تضايقنا في مسكننا وفي راحتنا فنحن نكرس لها مكانا كبيرا أما في الطرقات فلم نعد نستطيع السير من كثرتها الناس بدل أن تصلح ملابسها ترميها وتشتري بدلها حتى أن مهنة الرواف قد انقرضت تقريبا وأصبحنا نبالغ في ملبسنا وهندامنا نسينا حقيقة أن الأناقة في البساطة حقيقة أصبحنا غارقين بهذه البضاحة التي صارتها بكل مكان خنقتنا وغرقنا بها لم يكن هناك هدوم كيف هي الهدوم العتيقة؟ نسينا أن الأناقة بالبساطة ليس كانت الدنيا أحلى ليس أن نصلح هدومنا وملابسنا ونخيطها ليس كان الخيط الجديد يجعلها أجمل والرقعة تصير علامة وذكرى جميلة جانا قمنا نلبس يومية قميص وسترة شكل ترى الأناقة شخصية وروحية ليس بالقماش الجمالية بالبساطة وليس بالمبالغة كيف حلو كان الرواف من يصلح البنطرون يطلع حلو حتى كنا نعرف بعض الأصدقاء من سترتها أو قميصها أو من حذائها كنا الحذاء نصلح عدة مرات وكل مرة يسولفنا الإسكافي سالفة مختلفة وهو يخيط الحذاء ليس كانت حياتنا البسيطة أحلى وحسة وبكل هذه الفوضى وبكل هذه الهدوم التي تحيطنا والبضائع التي احتلتنا واخذت أحلى مكان ببيوتنا صرنا ضحية البضائع ونسينا البساطة الكثرة مثل القلة لا بالمرات الكثرة تقتنة مثل ما هي خانقتنا اليوم شكت حلو من كانت السترة تعبرك سنة وسنتين وثلاثة ورغم أننا نركض ونجري خلف الحياة وخلف المادة لكني أقابل بين الحين والآخر أشخاص زاهدين بالفطرة من دون مدرسة زاهدين في حياتهم وفي مأكلهم وفي ملبسهم وفي سلوكهم وفي هدوءهم هادئين حتى في عملهم يتمتعون بسكون روحي عميق ما يتمسكون بشي ويمرون بهاي الحياة بابتسامة خفيفة واثقة ومثل ما قال الشاعر واللي بيت شعره هذا يلخص الزهد تركض تلم فلوس اشقد رايدة تعيش تشفن ما بيجيب مثل الدشاديش تحياتي تحياتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة